عيد الثورة لما بلغت الأربعين تقاطع هذا العام مع شهر عيد الحب قلوب الإيرانيين تخفق في يوم الفالنتاين الإيرانيون أعبروا فيه عن مشاعر الود والمحبة التي يكنونها لبعضهم البعض أؤمن بأن هذا العيد فرصة جيدة لأن نكون معا ونتمتع بلمشمل الشعب الإيراني كما كل شعوب العالم يحتاج إلى السعادة وأعتقد كذلك أن مثل هذه المناسبات يمكن أن تجلب فرصة جيدة للناس كي يكونوا مبتهجين على الرغم من وجود عقلية صعبة في إيران تجاه هذه الأمور مثل هذه المناسبات ضرورية للناس لأنها يمكن أن تغير مزاجهم تماما تنسحب السعادة إلى الأسواق التجارية والمحل أرباحا وازدحاما أزهار وقلوب حمراء ودماء السوق ينتعش بمجيء الفالنتاين رغم العقوبات على إيران تزيد القوة الشرائية في يوم عيد الحب لكنها حتى الآن متراجعة مقارنة بالعام الماضي والسبب هو أن السلع غالية الثمن ومعظمها مستورد من الصين وتايلاند هذه المناسبة تحفل بإيجابيات مادية تصب في جيوب الباعة وتقول الروايات إن الإيرانيين القدماء كانوا يحتفلون بعيد الحب قبل قرون مضت